القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي لا يوجد شيء أنفع للإنسان لا ولا أزيد لإيمانه ولا أبلغ لوعظه وإرشاده من كلام رب العالمين بصوت خاشع حاني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كان كلما مر على هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات توقف عندها وحكى حكايته فيه يقول فجاءنا كبيرهم ليأمر بالأمر القاتل وكذا فقلت له هل تسمح لي بكلمة فقال تفضل بصوت خاشع قال فتلوت عليه هذه الآية يقول والله ما أن انتهيت منها حتى استعبر الرجل وبكى يعني رئيس القطاع الطرق بكى كيف أيها الإخوة الكرام نستشعر معناه علي هيني فكل مستصعب على الله يهيني وكل أمر في نظرك عسير فهو على الله يسير فاطمئن إليه وتوكل عليه وثق بالله وقد أمرك بالتوكل عليه وأن تجعل الأمر كله عليه فكل شيء على الله يهيني أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن تذكر أني أنا الغفور الرحيم تعلق بأذيال معذراتي وتمسك بأسباب الرحمة راجيا ربه جل جلاله وإن تذكر أن عذابي هو العذاب الأليم خاف خوف شديد هو القرآن غيرني القرآن غيرني فعلا كم غير الله بها يعني إنسانا من الضلالة إلى الهداية من الكفر إلى الإيمان وكذلك أيها المسلم أنت من الغفلة إلى الذكر فكم من آيات تسمعها من كلام الله عز وجل تستوقفك وتذكرك برب العالمين قال فما زال يكرر يكرر هذه الجملة من هذه الآية حتى مللت وذهبت أغلقت الباب عليه وذهبت إلى أبو فلما رجعت إلى الفجر لأفتح قبيل الفجر لأفتح المسجد إذ به واقف في مكانه ويكرر نفس الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داقرين دعاوك المستجاب دعاء يسحبه اليقين على الله أنه القادر على كل شيء أنه القادر على قضاء حوائجي خصوصا الحوائج البسيطة دنيا كلها شيء بسيط ليس بشيء حوائج الأخيرة أعظم الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح واسع المغفرة صاحب كل نجواء ومنتهى كل شكوى كريم الصف عظيم المن مبدئ النعم قبل استحقاقها له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير